السؤال بقى التاني هل التوائم بيكونوا نوع واحد ولا أكتر من نوع والإجابة إن التوائم نوعين النوع الأول هو التوائم المتماثل اللي هما بيسموهما الـ identical اللي هما بيبقوا شبه بعض جداً اللي هما ما تفرقهمش عن بعض أما النوع التاني فهو اسمه التوائم المتآخي أو طبياً اسمه fraternal في التوائم المتماثل اللي هو النوع الأول بيحصل النشأة من بويضة واحدة تم إخصابها بيحصل للبويضة دي بعض التخصيب انقسام بعد كده هي بويضة واحدة إن أسمت عشان كده التوائم المتماثل لازم يكونوا من نفس الجنس يعني من نفس النوع ونفس الشكل بتهيئل يعني حضراتكم طبعاً الأجيال الكبيرة شوية يعرفوا مثلاً الصحفيين الله يرحمهم مثلاً مصطفى أمين وعلي أمين وطبعاً فيه التوائم الأشهر في الرياضة المصرية حسام حسن وإبراهيم حسن اللي هو يعني اللي هو لفترة طويلة أو من العمر ما نقدرش نفرقهم عن بعض تمام؟ ده التوائم المتماثل بويضة واحدة تم إخصابها وعد كده انقسمت وبيكون ليهم مشيمة واحدة خلاص؟ وبيكون لهم فصيل الدم واحدة أما التوائم المتآخي فبينشأ من بويضتين منفصلتين تم تخصبهم في نفس الوقت الطبيعي والعادي إنه بيبقى فيه بويضة بيتم إخصابها بحيوان منوي خلاص؟ واحدة لأ هنا بقى فيه بويضتين تم إخصابهم بأكتر من حيوان منوي تمام؟ علشان كده في التوائم المتآخي مش المتماثل بقى بيكونوا من نفس الجنس أو مختلفين يعني ممكن يبولد وبنت فاهمين قصدي؟ يعني فيه نمازج كتير قوي مثل كارلت يوهانسن مثلاً الموسلة الأمريكية الشعيرة دي عندها أخ تواب مثلاً يعني بيكونوا هنا من نفس النوع أو يكونوا مختلفين يعني يكونوا ولد أو بنت وبيكون لكل جنين مشيمة منفصلة وكمان فصيلة الدم ممكن تكون مختلفة أو متمثلة تمام؟ طيب ده السؤال الثاني إيه السؤال الثالث اللي سألناه لحضراتكم بالنسبة للتوائم؟ أو المهم يعني أن احنا نعرف إجابته هل نسبة ولادة التوائم زادت عن زمان؟ ولا هي زي ما هي؟ ولا قلت؟ ولا إيه؟ الإجابة أيوة الحقيقة أنها زادت النسب زادت وبشكل ملحوظ جداً كمان يعني في التمانينات مثلاً من القرن الماضي كانت فرص ولادة التوائم هي تسعة في الألف يعني من كل ألف سيدة حامل تسعة منهم بيكونوا حامل في توائم دلوقتي النسبة وصلت إلى إتناشر في الألف كحد أدنى هتقولولي الله من تسعة لإتناشر دي حاجة بسيطة لا في الإحصائيات الطبية دي زيادة وزيادة كبيرة كمان بحسب الفترة الزمانية يعني إنها تزيد كده يبقى النسبة إتناشر في الألف وأحياناً بتبقى أكتر لا يعني دي نسبة زيادة بالمناسبة إحنا كل كلامنا دلوقتي على التوائم اللي هم عددهم اتنين يعني وزي ما قلتلكم في بداية كلامي وده لأن فرص ولادة التوائم بعدد أكبر اللي هم التريبلت وكده اللي هم التلاتة أو الأربعة دي بتكون ندرة جداً يعني على سبيل المثال مثلاً التوائم السلسية المتطبقة بتكون حالة واحدة من كل نص مليون حالة حمل فعشان كده مش ده السائد فاحنا بنتكلم عن السائد والمتكرر وهو التوائم اللي هم اتنين اللي هم عددهم بيكون اتنين الدراسات الطبية الحقيقة أكدت العلاقة بين زيادة فرص ولادة التوائم هي زادت كمان الفترة اللي احنا فيها دي أكتر يعني أنا بقول لكم من التمانينات وزادت دلوقتي يعني تعتبر دلوقتي زادت خلال 40 سنة ودي فترات في الطب مش كتيرة يعني مش كبيرة يعني زي ما انتم متخيلين الدراسات قالت ان زيادة نسب يعني ولادة التوائم ربطتها ما بينها وما بين عوامل محددة زي ايه؟ زي التوسع اللي بقى كبير جداً في عمليات التلقيح الصناعي وادوية تحفيز التبويض وزيادة عمليات الاخصاب المعملي وانا هنا بقى احلكم او بفكركم يعني ببعض البرامج في قنوات موجودة متعددة الحقيقة ما ورهمش كلام غير عن التلقيح الصناعي التلقيح الصناعي وعايز اقول لكم انه يعني لدرجة ان بقت فيه ناس يعني صغيرين مقبلين على الزواج شباب وبنات بقوا زي ما يكونوا فاكرين انه الحمل كده الطبيعي ما بيحصلش ويعني لازم يبقى فيه مساعدة والكلام ده كله وطبعا هنا يعني يجدر الاشارة بان دي برامج اعلانية الناس بتبقى شارية وقت اطباء ببشرين وقت وبيطلعوا يروجوا لهذا النوع من الممارسات الطبية مش عايز اقول حاجة تانية يعني ما بقولش يعني انه هم غلطانين ولا حاجة بس هو الغلط ان احنا لما نتناول موضوع لازم نتناوله من كل الجوانب فاهمين قصدي يعني لازم مثلا لما اجي اتكلم على التلقيح الصناعي مثلا لازم اقول نسب النجاح والفشل ما فهمش الناس ان دي عملية بسيطة وشك الدبوس وكده والحقيقة ان نسب الفشل فيها كبيرة جدا وده مش عشان عيب الدكتور ولا عيب في الامة او الاب خالص لكن هي عملية جراحية خلاص عملية دقيقة جدا نسب نجاحها مش كبيرة اوي زي ما الناس فكر لكن الامانة والضمير تستوجب ايه ان احنا نقول كل المعلومة ان احنا نقول انه حالات تأخر الانجاب دي بتحصل كذا 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 ودي الطرق اللي بتساعد لكن ما نبقاش في حالة ايهام او ايحاء للناس بان ده الطبيعي وده الحقيقة مش الطبيعي يا جماعة ده الشيء الخاص بالمناسبة عايز اقول لكم يعني معلومة يعني احب ان انا اقولها لحضراتكم نسب الامهات الحامل الزوجات الحامل اللي بيحصل لهم الحمل ركزوا بقا معايا في الجملة دي ربنا يكرمكم اللي بيحصل لهم حمل بعد الزواج وبتمر عليهم فترة الحمل ها بدون اي مشاكل وبيولدوا بالسلامة وكده بإذن الله عارفين النسبة كم احصائيا يعني 90% انتوا فهمتوا قصدي 90% من كل 100 زوجة حامل 90% الامور بتمشي معهم بسلاسة جدا الله يعني كل الهيصة اللي معمولة في قنوات كتيرة قوي دي على 10% يدخل فيهم بقى حالات مرضية كمان مش بس تأخر انجاب يعني حالات مرضية مصاحبة للحمل الامانة تقتضي ان القائمين على هذه البرامج يشرحوا هذه الامور بوضوح وضمير عشان الاعلام ده وسيلة بتنور الناس وبتفهمه لكن برجع وقول انه ليس اعلام ولكنه اعلان وانا هنا بوصف مش اصدي اغلط فحد ولا حاجة الاعلان ده حاجة جميلة ولكن لازم الناس تبقى فهمة ان ده اعلان مش اعلان على فكرة 80% من حالات ولادة التوائم على مستوى العالم وجد انها مركزة جغرافيا في قرتين اسيا وافريقيا بالتحديد 80% وده برضو محل دراسة طبية يعني او دراسات طبية موسعة جدا دلوقتي اشتركوا في القناة